السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ومتابعين القناة الكرام كلمنا في درس السابق حلينا خوارزمية Linear Search كانت خوارزمية نوعا ما سهلة ومفهومة بشكل واضحة اليوم خوارزمية أخرى هي Binary Search كلما نتقدم بالخوارزمية كلما ناخد خوارزمية هتكون أكثر تعقيدا من الأخرى لذلك لازم تركز معنا لازم تكون فاهمة Linear Search حتى تتمكن استوعب Binary Search Binary Search فيها تعقيد أكثر مع الألم أنه إذا فهمتها جدا جدا سهلة يعني أبدا ما نقل لك فيها تعقيد لا تصور النية الشيء صعب لا لكن أنا ما نقل لك أنه تعقيد حتتتحفز أنك تتعلمها يعني أنه هي ليسة من الخوارزمية السهلة يعني لذلك عندما قلتها ما كان سابقا وما فهمتها فإذا الشيء طبيعي يعني مية خوارزمية معقدة طبعا هي هذه Binary Search يحقل لك ليش بالتفصيل يعني O of Log logarithm N واضح O of Log N شرحته طبعا اللغارثم ما هو كيف أنه O of Log logarithm N كيف تعمل فشوف يقل لك أشيء من طريقة الخوارزمية واضح الفكرة يعني تبحث داخل Array مثلا أو ArrayList تكون مرتب Sorted يعني بتصاعدي مثلا من الواحد إلى المية مثلا وإلى آخرين فلذلك تجي أول شيء على Middle الوسط إذا كان هذا العنصر اللي تريد تبحث عنه بال Middle فرجع True رأسا نرجعه يقل لك إذا كان element is to leave search left half of ArrayList فيقل لك إذا كان element is to leave أشمعت leave على جهة اليمين مراته أصغر يعني إذا كان أصغر من الرقم الموجود بال Middle فترك اليمين ابحث باليساء فقط إذا كان بالأكس إذا كان أكبر ابحث باليمين مدام هي أكبر من النص العدد يمرتبه فإذن هو سيكون باليمين واضح الفكرة هذه فكرة الخوارزمية فنجي أو الشيء نعمل قيمة بالبداية نحدد قيمة البداية نسميه start مثلا متغير يعني بالبرمجة متغير هنا فقط في الرياضيات نكتبه start يعني متغير أيضا يساوي صفر يعني تبدي من الصفر الإندكس ما لا صفر على الإندكس نمشي إحنا حاسوب يفهم بالإندكس ما يفهم بالمحتوى كما قلنا بعدين نحدد أيضا متغير للنهاية حتى نقف النص في النهاية نسميه مثلا end أشو يساوي النهاية نحن ما نقفطل عدد أشقد المصفوف المفهوم أي مصفوف يجينا نكون حلة فلذلك طول النهاية ايه المصفوف نفسه طوله ناقصا واحد ليش هي من الصفر فهي إذن 11 ناقصا واحد إذن 10 فهذه الفكرة بعدين نحسب المدل أشو يساوي المدل المدل ببساطة يساوي البداية زائد النهاية على 2 سيتحسبها بمدايتها زائد النهاية تقسمها على 2 هتطلعها الوسط فإذا نقل البداية أشقد قلنا start فالمدل ما يساوي نقوله start end على 2 بعدين ما يساوي المدل start هي الصفر الend عشغة وعشغة على 2 فإذن 5 واضحة الفكرة 5 فإذن 5 يتجع لي هوايني من الصفوفه نقل نشرحه مثل ما يفهم الحاسوب حاسوب سيمشي عاكد خطواته حيث بعدين أحل الخطوة القادمة برمجيا سوف نرى نفس الخطوات نمشي الفهم هنا أسهل حتى برمجيا أنت فهمها مباشرة فتركز معي رجاء فهنا حاليا سوف نبدأ من الصفر المدل خمسة قلنا فإذن صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فإذن 20 شوفينا نول بن الوسط يعني 20 تحسبه قبله خمسة وبعده خمسة فإذن هذا المدل فنجي كما قلنا بالخوارزمية يقول الخوارزمية يقول إذا كان هو الأنصر اللي تبحث عنه رجع تروه يعني تنتهي الخوارزمية إذا كان هو الخمسة نغيده إحنا رقم 20 إذا نغيد 20 إحنا هذا الهدف معنا وحاليا الربعين هنا فنجي علينا إذا كان الشين فإذا ما أشينه فإذا ما وصلنا الهدف حتى إذا كان إلمنت إز تليف شوف إحنا الأشين إحنا الإلمنت اللي نغيده أكبر لو أصغر من الأشين نغيد 40 أكبر بما أنه مرتبة صورة تدعي نشوف من الأصغر لأكبر فإذن نحنا نعف أنه هذا ما على يسأغ يعني نحنا نعف أنه هاي لازم نلغيها كله ما نحتاجه بعد هاي المصهوفة هنا نحتاج فقط من الـ 25 نبحث إلى الـ 53 واضح له اللي مرتبة هو أكبر من الأشين فإذا نترك الخلف فش نتركه لهذا الخلف أشهر نبحث فقط هنا أشهر الخوالي زمي الخير نبحث فقط هنا ركز معي خطوة الأولى خطوة ثانية أعمل خطوة آف فإذا ما أحصل هنا الـ Start هنا أشهر نحسبه من الـ 20 فإذا ما نجب أن نعملها ما نفكر معي رجعان ما نجب أن نعمل هنا حتى نبدأ من الـ 25 إلى الـ 53 ونقل له الـ Start البداية ما تبدأ من الصفور يعني من الـ 1 من الـ Index في الصفور الـ 1 ونقل له تبدأ من الـ Middle من الوسط غايداً 1 نشوف الطريقة فقط ركز معي خوارزمية قد ترك بيها تعقيد ففكر بيها حتى تفهمه فهنا نريد أن نبدأ من هنا نترك البقية فإذا ما نقل له نغير الـ Start ونقل الـ Start من الـ Start من الـ Middle الـ Middle ونقل الـ Middle ونقل الـ 1 ونقل الفكرة فإذا ما قلنا الـ Middle زايد 1 فإذا نبدأ من الـ 25 في بداية ستكون الـ 25 النهاية عشقدي النهاية نفسها نحن ما غيرنا كل شيء بعد النهاية عشق الضال مثل ما هي فترك حالياً End أيضاً عشق الخطوة الثانية End أيضاً عشق يساوي مع من أي شيء فحاليا نحسب الـ Middle فالـ Middle فالـ Middle سيساوي هنا القانون ما لقلنا Start زايد End على الـ 2 فإذاً Start ستكون أشقد Middle زايد 1 أشقد المدل أشقد كانت هي 0,1,2,3,4,5 إذا كانت المدل الخمسة هنا القديم إياه نفسها 5 فزايد 1 ستكون 6 من الـ Start صارت 6 المدل زايد 1 فإذاً 6 صارت والـ End عشقة فإذاً المدل بالمرحلة الثانية ما ستكون؟ باللوب الثاني يعني ما ستكون المدل؟ ستكون 10 زايد 6 على 2 16 على 2 ستكون 8 واضح؟ حالياً صار المدل الثمانية كيف؟ نحن نبين برمجينا منها بسهولة يعني إنه كانت الشين فقط البداية ما كان ما نبدي من الصفر نبدي من هنا قلنا لـ Middle زايد 1 فإذاً هنا أحينتقل فإذاً صاد أدنها والنهاية عشقة إذاً تحسب أنت 0,1,2,3,4,5,6 البداية 6 فمن هنا النهاية عشقة فإذاً 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 فإذاً من هنا إلى الأخير واضح الفكرة؟ بهاي الطريقة فإذاً المدل ما لا شرح تكون 8 وفعلاً شوف إذا 8 شوف حالياً صارنا من هنا 25 و 53 فقط شوف المدل الثمانية ليش؟ الشيون شوف نبين هنا هنا صح 42 شوف تحسبه هنا 0,1,2,3,4,5,6,7,8 42 واضح؟ ليش نحسب بهذه الطريقة من هنا؟ لأنه واقعياً الحاسوب ما يقسمها للمصفوف فإحنا فقط نوضح أنه يقسمها هو ما يقسمه هو هو فقط يلغي ذوي ما يبحث به يبحث هنا فإذاً كنتظلت تحسب بهذه الطريقة يعني المدل الثمانية فإذاً 0,1 ما قلنا مثلاً المدل 0,1,2 مثلاً 0,1,2 ليس 2 لا ثمانية لأنه هنا هذه فقط للتوضيح له يعني قد أقل لك أنه حالياً فقط يبحث هنا هو أتمنى تكون واضحة هذه حالياً فحالياً جاء أمرت له الثمانية هي 42 صناعة خلنا نشتغل فقط هنا السحر يعني شيء قلت كل هذه المصوفة قلة فقط يشتغل هنا ما يبحث عندنا واحد وحد باللوب الثاني فقط يبحث باقي أتمنى أنه واضح على الفكرة فحالياً نجعل الثمانية المدل هل هي؟ فإذاً هنا 42 هي نغيدة؟ لا نغيدة 40 40 أكبر لو أصغر 40 أصغر من 42 فإذاً نلغي اليساغ نلغي اليمين كله نبحث فقط باليساغ كيف نلغيه؟ هذي كسة قلنا الstart إذا بالعكس قلنا الstart يساوي المدرس زائد واحد هنا بالعكس هنا نغيدة نلغي اليمين ما نلغي اليساغ هذي لماذا نقول له نقول له الend الstart نفسه start نساوي الستة نفس القديمة هتفرقي الشيء الستة نفسه الend هنغيرها ليش؟ الend فإحنا نريد نبدي من هنا فقط إلى هنا واضح؟ نضغي الاثنين فقط نضغي احنا ليش؟ 42 قلنا هي أصغر فإذا نضغي الاثنين ضغي البعدها متأكدين نحنا ما هي المرتبة هي فهذه أصغر فإذا البعدها مستحيل فإذا نريد نعمل النهاية الـ 40 نعمل النهاية فإذا نشي نقل له الend ده شو ساوي؟ نشيغلنا في النهاية ما لسه البداية البداية الضتة مثل ما هي إلى 25 عادي يعني تبدي من 25 لكن النهاية نريد نعملها إلى الـ 40 فإش نقل له؟ نقل له تساوي المدل النهاية تساوي المدل هي 42 ناقصا واحد وليس زايدة مثل ذيك ناقصا واحد فإذا نقصنا واحد المدل رح تنجي على الـ 40 فإذا نقل له مدل أش يساوي؟ مدل ناقص واحد أش يساوي حاليا؟ المدل أش غد كانت؟ كانت 8 واضح اللي هي 012 قل 42 ثمانية ناقص واحد رح يكون 7 واضح؟ فإذا رح يكون الـ 40 والمدل رح يكون 7 عفوا الـ end تاني فالـ end رح يكون 7 حاليا فحاليا اش ينسب المدل؟ أش يساوي المدل حاليا؟ 6 زايدة 7 على 2 بداية 6 والنهاية 7 6 زايدة 7 أشقد؟ هتكون هتكون 13 على 2 فإذا حسبت 13 على 2 هتكون أشقد هتكون 6 ونص لكن هي إنتجر فإذاً 6 هتكون أنا ما عدنا الإنتجر العدد وليس double فإذاً رح يحذف بعد النقطة بعد الفارزة فإذاً 6 هتكون واضح؟ فإذاً 6 تحتحسب أي 0-1-2-3-4-5-6 فإذاً 25 واضح؟ فإذاً بثل ما عملنا إحنا صحيح فقط حيبحث هنا يعني البداية 6 يعني 0-1-2-3-4-5-6 فالبداية 25 واضح؟ من النهاية النهاية صالة 7 فإذاً هاي فإذاً هتكون فقط هاي المصوف فإن يبحثوني والمدل هتكون 6 فإذاً 25 واضح؟ فحالي نقل له المدل هون وصلنا للحال؟ لا بعد ما وصلنا للحال لماذا؟ نحن نقل له 40 فإذاً 25 في الأربعين أكبر منا فإذاً نرجى خطوة أخرى أيضاً فإنقل لأش نعمل؟ نقل على اليمين نجي فإنقل البداية نبدأ من الأربعين واضح؟ فإنقل الـ start أيضاً يساوي مرة أخرى المدل زائداً واحد حتى نبدأ من الأربعين المدل هكي 25 فإذاً نبدأ من الأربعين فمدل زائداً واحد المدل هشقد 6 هنا كان أخير شيء زائداً واحد وهيكون 7 المدل واضح؟ يعني عفواً الـ start وهيكون 7 المدل زائداً واحد فهيكون 7 الـ start فبعدين الـ end الـ end نفسه وعملنا بينه أي شيء فإذاً السبعة هو نفس الاحيظال نجي بعدين المدل هشقد سيكون 7 زائد 17 14 على 2 فهيكون 7 واضح؟ فإذاً ما ظللنا لهاي فقط هنا 2 سبعة سيكون فقط هنا سيبدأ من السبعة وينتهي بالسبعة فإذاً إياها الأربعين 7 0 1 2 3 4 5 6 7 فإذاً الأربعين إياها نفسه فإذاً إياها القيمة النهائية حالياً وصلنا للحال وانتهى الأمر فحالياً هل يشقلنا هاي log لغة رتمو في أين؟ ليش؟ شوفونا حالياً البيانات أشقل عندنا احنا قد البيانات يدعش عندنا احنا واضح؟ فشوف كم خطوة مناها شوف خطوة إذاً نتأكد لغ 2 أوف أشقل وفي دعش X يساوي ساوي X قل له فإذاً 2 سبه لغة رتميش رح يكون لغة رتم العاد يعني 2 أوس الأكس ساوي دعش 2 أوس الأكس أشقتها تصريغ 18 2 أو 2 أو 4 أو 2 أو 8 فإذاً 3 3.3 تقريباً واضح؟ فإذاً أسوأ حالة إحنا 3 خطوة فقط خطوة 3 خطوات فإذاً أسوأ حالة إحنا أدنى ستكون 3 خطوات فقط هذه أسوأ حالة أدنى فإذاً إحنا عملنا فقط 3 خطوات يعني فإذاً هي قيمة إثائية يعني يعني لغة رتم وفين يعني أتمنى تكون واضحة ليش لغة رتم وفين؟ إن هاي الطريقين تقسم كتجيلة تعمل النص يعني يعني تجي هنا تأخذ نصة تبحث المرحلة الأخرى تبحث بالنص المرحلة الأخرى نصة فقط وهكذا تقسم الظرف إذلك لغة رتم وفين ترجمة نانسي قنقر